السلام عليكم. اليوم سوف نجد معكم أحد العصر الذي يكون خفيف و يجي لديد و يجي عصر الطاقب لما ندره في الأسقار لحليب و يجي من أرواع ما يكون و ندره بالفواكه الذي كان يتوفر في الأسواق و يجي خاتر و يجي ملبي و يعطينا كمية كثيرة هنا بسم الله عندي هنا واحد يجمعها لقضيون الزبيب اللي سوف نرقدهم بحلقة في الماء مغلي بعد ما غسلتهم زيان نغسلوهم من الشوائب و من الأطريبة العويدات بحل هكا و نقب عليه المغليان نضيف عليه كمية دي الماء سوف نضيفه على جين بحليه حتى يبرد تماما احتى يتمقع في الماء و يهرى و نضيفه لفوكه نصره كافي سوف نضيف卵 1 اطره و 4 قطوع العاصر لحليب غادي نضيف عليها وحد الحبادي للبانان صافيك القطعة حتى هي وعندي هنا يا خمسة الحبيبات حقادي للتمر كدرو إما خمسة على حسب الحلاوة إلا بغيتوا الحلاوة كتيرا را كدرو حتى الحد عشر كدروهم هما بالفرد إما كدرو خمسة إما دير وسبعة إما تسعود على حسب اللي كتبغوا في الحلاوة صافيك نضيفهم هنا في كزيلة الصارة ونضيف عليهم إطروا إلا ربع دي اللماء نضيف الزبيب بعد الماء برد وتنقع في الماء لأنه اللي قدرناه هكو ما نقعينه في الماء مغلي را كيبقى قاسح كيبقى لتحت مكي ما كيتستحنش مزيان ونضيف هنا يا اختياري كنضيف نضيف واحد الياغورتس دي اللي مية وعشرة جرام إلا ما بغيتوش تديروه ما تديروهش صافيك نضحن كنتحنه مزيان وهنا كنكنو وجدنا عاصر بلا ما نديرو فيه لحلى ولا سقار لحليب لوالو كيجي رائعو كيجي هكا خاتر صافي غادي نضيفوه في كاس دي العاصر وكان وجدوه بحلقة بصحة وراحة كان وجدوه بحل هكا حلقة مع شي اكلة او بحل هكا كان وجدوه مع حليوات او مع اللي بغيتو وكان قول لكم صحا وراحة وسلام عليكم